السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أهلا ومرحبا بحضراتكم على قناة الصحة والجمال في برنامج هذا ديننا نتحدث مع حضراتكم في هذا اللقاء المبارك عن مسك الختام عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه الحلقة مسك الختام نعم كنا منذ أيام قليلة نستعد لشهر رمضان ثم تحدثنا عن واقترب الرحيل في الحلقة الماضية وها نحن الآن نودع شهر رمضان فجعلت هذه الحلقة بعنوان مسك الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه تاني كده قال رسول الله صلى عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا أحب عبدا استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه نعم وهذا هو حسن الخاتمة اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة الجو جديد النهاردة جو حر النهاردة كل سنية أنت بتحس بيها بالعطش وبالتعب هتلاقيها عند الله عز وجل هتلاقيها كده لما تشوف قدامك باب الريان هتلاقيها كده لما تلاقي جزاء الصائم يوم القيامة يقال له إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا الصيام والقرآن وأن يشفع فينا نبينا عليه الصلاة والسلام جاء رجل إلى بعض الدعاء يقول له يا شيخ أوصني أوصني فالشيخ يقول فاستحضرت كل الوصايا التي أستطيع أن أوصي بها هذا الرجل فلم يأتي في خاطري إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يقول فقلت له يا عم قال نبينا صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال الرجل هذا الشيخ الكبير يا شيخ كرره لي حتى أحفظه فظل هذا الشيخ الداعية يكرر له الحديث حتى حفظه ماذا فعل الرجل بعد ذلك أصبح يدعو كل من يعرفه بهذا الحديث معانا اتصال الدكتور مصطفى الأزهري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صديدة الأخ الحبيب الشيخ محمد علي منور الزنيا حبيب دكتورنا الغالي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ربنا يشفيك ويعفيك وتقوم بألف سلامة دكتور مصطفى نزاك الله خيرا وكل الإخوة والأخوات والأستاذ المشاهدين معاك على الصحة وبمال أسأل الله أن لا نرى فيهم مكروها أبدا يا رب العالمين أن يتقبل من الجميع يا رب إحنا بندعي لحضرتك من على الهاو مباشرة بالشفاء وبندعو المشاهدين الكرام اللي بيحبوا الدكتور مصطفى الأزهري صاحب السمت الطيب والابتسامة الجميلة بأن يدعو لك بالشفاء العاجل وربنا يحفظك ويشفيك ويعفيك يا دكتور مصطفى والله يا حبيبي هذه منحة كبيرة يعني أن أكون على لسان الصالحين في هذه الساعات والأوقات المتبقية من هذا الشعر الكريم أسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يحفظ بلاتنا من كل مكرون وأن يرفع الوباء والبلاء وأن يمتع الجميع بالصحة والعفية والقبول يا رب العالمين جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا وربنا يطمننا على حضرتك ويحفظك اللهم أعمين ترخيرك يا حبيبي ربنا يبارك فيه جزاك الله خيرا ونفع الله بك الله يرضى عنك يا شيخنا جزاك الله خيرا مارك الله فيك شكرا أنه ولي ذلك والقادر عليه الشاهد أيها الأحبة هذا الرجل الشيخ الكبير حفظ الحديث من هذا الشيخ أو من هذا الدعية وظل يدعو به كلمتان قفيفتان على اللسان فقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إذا ما دخل السوق زكر الناس بهذا إذا ما دخل البيت زكر أهله بهذا إذا ما ذهب إلى أي مكان زكر أهله بهذا ظل هكذا أعوام حتى تعب فقرر الأطباء أن يجر له عملية جراحية في القلب فلما دخلوا أثناء التحليل أخذ يذكر الأطباء يا دكتور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان فقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحانه عظيم عمل العملية ونجحت العملية بالفعل واستيقظ وأول شيء قالوا لما استيقظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان سقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحانه عظيم وظل هكذا حتى كانت خاتمته وهو في السكرات أن ختم الله عز وجل له بهذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان هكذا أيها الأحبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبداً استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه لي صديق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثواه الفردوس الأعلى الأستاذ أحمد جمالي الشرهاوي صديق غالي ربنا سبحانه وتعالى يجعله من أهل الفردوس الأعلى الأستاذ أحمد كان دايماً يا جماعة يصوم الثلاثة أيام القمرية ويصوم الاثنين والخميس وكان هذا دأبه هذا حاله باراً بوالديه باراً بأهله وبزوجته شاب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه مرافقة النبي في الجنة كان دائماً وأبداً يصوم الأيام القمرية والاثنين والخميس وكان يوم وفاته كان صائماً لله عز وجل كان الأيام القمرية وكان صائماً أيضاً لله عز وجل ومات وهو صائم لله عز وجل إذا أحب الله عبدا استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه اسمع إلى قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون اللهم اجعلنا منهم يا رب تتنزل الملائكة على العبد حين السكرات فيرى الأعمال الصالحة يرى الصيام يرى القيام يرى تلاوة القرآن يرى بر الوالدين يرى الإحسان إلى الجيران يرى حسن الخلق يرى كل هذه الأعمال الصالحة سبحان الله العظيم فوقتها يقول العبد من أنتم حينما يرى الملائكة تتنزل عليه من أنتم فيقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين فالأعمال أيها الأحبة بالخواتيم فدائما وأبدا اسعى واجتهد بأن يرزقك الله عز وجل حسن الخاتمة سمعنا أيضا في رمضان هذا في هذا العام أحد الأفاضل وتوفي في شهر رمضان المهندس حسين رجل من الأفاضل يعني سمع عن رجل توفي في شهر رمضان سمع عن أخ له توفي في شهر رمضان فابنه بيكلمه قال له يا أبي فلان توفي في شهر رمضان فقال اللهم ارزقنا هذه الموتة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وجعلنا مثله سبحان الله أيام قليلة ورزقاه الله عز وجل هذه الدعوة رزقه الله عز وجل بأن توفي أيضا في شهر رمضان بعد أن انتهى من بعض رقعات صلاة الترويح هكذا أيها الأحبة الأعمال بالخواتيم ودرسالة بحبة وصلها لكل واحد اعلم علم اليقين أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه كان في واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة كان بيحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء الصحابة يخمر رأسه قال لا تخمر رأسه إنه يبعث يوم القيامة ملبيا يا الله شوف تلاقي دا كده جاي يوم القيامة يبعث من قبره وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك تلاقي واحد كان بيقرأ القرآن في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان لأن القرآن يقرأ في رمضان وفي غير رمضان فبيقرأ في المصحف فآخر آية وقف عندها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أول ما ينزل القبر يقال له اقرأ إن منزلتك عند آخر آية كنت تكرأها فيكون أول آية يقرأها الرحمن علم الكرآن يا الله يا الله الطاعة يا جماعة تولد الطاعة الطاعة تولد الطاعة والاستمرار على الطاعة يجعل الإنسان ينال حسن الخاتمة إنما الأعمال بالخواتيم اجعلها نصب عينيك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في السكرات سكرات الموت يغشى عليه صلى الله عليه وسلم تشتد عليه الحمة بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم فلما يفيق يقول يا عائشة هل صلى الناس شوف إيه اللي شاغل فكره وإيه اللي شاغل باله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هل صلى الناس تقول هم ينتظرونك يا رسول الله هم ينتظرونك يا رسول الله أول حاجة بيسأل عليها إيه الصلاة أول حاجة شغلها إيه الصلاة وهو كان كده في الدنيا صلى الله عليه وسلم قال وجعلت كرة عيني في الصلاة وكان يقول لسيدنا بلال أرحنا بها يا بلال طيب وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم برضو اللي بيشغله الصلاة ويقول للصحابة اتقوا الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم كانت آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من عاش على شيء مات عليه فاللي بيعيش على الصيام واللي بيعيش على قرأة الكرآن واللي بيعيش على الأعمال الصالحة والله 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 إن الله عز وجل سيختم له بهذه الأعمال الصالحة عند موته طيب دعاء الله عز وجل بالثبات النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر كان دائما وأبدا يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك القلب يا جماعة يتقلب فكي تتحصل على حسن خاتمة لابد أن تدعو الله عز وجل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم ارزقني حسن الخاتمة دائما وأبدا تدعو لأن القلوب تتقلب كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء طيب أنا أعمله أدعي ربنا يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا رب يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك وإلى ردوانك دائما وأبدا تدعو الله عز وجل بأن الله عز وجل يصرف قلبك إلى طاعته بأن الله عز وجل يثبت قلبك على دينه لأن التثبيت منه سبحانه وتعالى ولن يدخل أحد الجنة إلا برحمته وفضله وعفوه قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حرك شفتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاه وكان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه طيب القلب هذا أيها الأحبة هذه المضغة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة ألا وإن في الجسد مضغة ده الحديث الذي كنت أود أن أذكره ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب يا سلام القلب ده القطعة اللحم دي هي اللي بتتحكم في الإنسان نعم بل قال علماؤنا إن الفهم في القلوب أم لهم قلوب لا يفقهون بها فالقلب أيها الأحبة إذا انصلحت سائر أعضاء جسد الإنسان وإذا فسد فسدت سائر الأعضاء فالقلب لسائر الأعضاء كالملك المحرك للجنود القلب لسائر الأعضاء يأمرهم وينهاهم يأمرهم وينهاهم إذا ما أمرهم بشيء نفذوا أوامرهم يبقى كل حاجة نبع من القلب لذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال الصديق رضي الله عنه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله وهل من أحد يدعى من هذه الأبواب كلها في حد يدعى من هذه الأبواب كلها قال نعم يا أبا بكر وأرجو أن تكون منهم يعني تلاقي واحد يوم القيامة يدعى من جميع الأبواب آه ليه لأنه ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وطركه يلاقي حلقة قرآن وتعليم قرآن وحفظ القرآن يروح يلاقي ناس تنفق على الأرامل والأيتام يروح يلاقي ناس أعدى بتذكر ربنا يذكر ربنا معاهم يلاقي حد بيزور مريد يزور مريد يلاقي حد بيشيع جنازة يشيع جنازة هكذا لا يذع بابا من أبواب الخير إلا ويطركه لذلك أيها الأحبة قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سيدنا خالد بن الوليد سيدنا خالد جسده كله كان يعني ممزق بالرماح والسهام والسيوف وهو على فراش موته نظر إلى كتاب الله وهو يبكي يبصر المصحف كده ويبكي يقول والله ما شغلني عنك إلا الجهاد في سبيل الله بيكلم الكرآن يقول والله ما شغلني عنك إلا الجهاد في سبيل الله طيب بالله عليك اللي شغلنا إحنا عن الكرآن ربنا فتح لك هو وفاك وقدرت تقرأ قرآن في رمضان ادعي ربنا إن ربنا يثبت قلبك على كده بعد رمضان ما يكونش يقرأت القرآن في رمضان بس لا يا رب أنا هكرأ القرآن في رمضان وبعد رمضان وتدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يثبتك على ذلك فسيدنا خالد بقول إيه والله ما شغلني عنك إلا الجهاد طيب اللي شغلنا إحنا بقى اللي شغلنا عن تلوة القرآن اللي شغلنا عن الصدقة اللي شغلنا عن الإحسان اللي شغلنا عن جميع أنواع الطاعات يا جماعة الخير سؤال الله عز وجل بالثبات على الطاعة أمر في غاية الأهمية كذلك من الأمور التي ينبغي التنبيه عنها ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة واحدة معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ذاك الشيخنا عمل إيه؟ شيخنا الحبيب نفس الله سبحانه وتعالى نرفع عنا الوباء والبلاء وعن سعر بلادي المسلمين يا مولانا يا رب اللهم أمين يا عم الشيخ اللهم أمين ونرجع كده إن شاء الله يعني نستمتع بالصلاة حضرتك يا رب اللهم أمين الله يبرك فيك عم الشيخ رمضان الله يكريمك والله يا حضرتك ذكرت فعلا من شوية المهندس حسين صالح عليه رحمة الله تعالى الله يرحمه وأنا فعلا بأأكد إن هذا الرجل يعني ونشهد له إن هو كان رجل صالح فعلا إسما وفعلا عليه رحمة الله وفعلا يمكن حضرتك مسك الختام فعلا بتفكردي بالكلام عن المنسكتين لأنه هو الله يرحمه تأمنى إن هو يموت هذه الموتة والله سبحانه وتعالى رزقه هذه الموتة الجميلة اللي إحنا كلين نتمناها والله وهو كان راجل الله يرحمه فعلا كل أعماله كل أفعاله يعني خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى فعجالة كده عم الشيخ رمضان تذكر لنا موقف والله يا مولانا يعني فعلا يمكن حضرتك أحب عيد الموقف الحلقة ذكرته من شوية في الحلقة إن هو فعلا كان أحد الأحباب توفى الله من قبل المعنس حسين بتلاتة أيام توفى الله أثناء الصلاة هو فعلا يعني تكلم مع ابنه صالح وقال له شوف يا صالح شوفت الجمال اللهم رزقنا حسن الختام لدرجة ابن صالح لما أبوه توفاه الله كان الولد عمال يبكي ويدحك إن هو يعني إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى استجاب لابوه بعد ثلاث يام بالضبط وتوفى الله أثناء الصلاة يعني يا ربنا رزقنا واياك حسن الختامة يا مولانا يا رب يا رب ادعلنا ودعيلوا يا شيخنا ربنا أحفظك وبركيتك يا ربنا رزقنا واياكم حسن الختامة ويرحموا جزاكم الله خير يا رب الله خير يارضان يا رب الله أحفظك الشيح منسل سؤالي فضلت الشيخ؟ اتفضل يا أمو سجود أنا يا شيخ بصلي الحمد لله وبقرأ قرآن وكل حاجة بس معي وسواس قهري تعبلي جداً أيضا عارف تعمل إيه يعني حاضر حاضر الوسواس في الصلاة يا أمو سجود صح؟ بصلي ومظر الصلاة وبقرأ قرآن بوردي دي لومي يعني بس معي وسواس جامد جداً يعني أجابه بحضرتك حاضر حاضر يا أمو سجود طيب بالنسبة يا جماعة الموضوع الوسواس القهري اللي هو بتقرر معانا في أغلب الحلقات الشيطان يأتي إلى المصلي وإلى المتصدق وإلى الطائع قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن الكريم قيل له إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها قال وما يصنع الشيطان بالبيت الخارب يعني دول أصلاً خراب خراب فيأتي الشيطان إلى من؟ إلى المؤمن إلى المصلي إلى المتصدق يبدأ يشككه في نيته يقول له آه انت بتتصدك بتراء الناس انت بتصلي علشان فلان انت بتعمل كده مش لربنا مش خلص لوجه الله عز وجل أعمل إيه؟ لابد أن يطرح الإنسان هذه الشكوك وهذه الظنون خلف ظهره ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الإخلاص قال الفضيل رحمه الله العمل من أجل الناس رياء اسمع المقولة دي جميلة جداً قال الفضيل رحمه الله العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما يبقى ديماً برضو إيه؟ تدعي ربنا إن ربنا يعافيك من الشرك ومن النفاق وكان ويعني من أجمل الأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول احفظ هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك احفظ يا مم السجود هذا الدعاء واكتبي اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ثانية هو اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يبقى أنت كده بتكل أمرك إلى الله عز وجل واطرحي هذه الشكوك وهذه الوسوس وراء ظهرك وخذي بالأسباب وإن شاء الله عز وجل سيصرف عنك الله تبارك وتعالى هذا بأمر الله عز وجل كنا بنقول يا جماعة ولا تكونك التي نقضت غزلها من بعد قوة واحدة تعبت قعدت تغزل 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 خلاص ثم بعد أن غزلت هذا نقضته يعني بوزت كل اللي عملته هذه كانت امرأة ذكرها أهل التفسير المرأة دي تصنع الغزل وبعد ذلك فضرب الله عز وجل بها مثالا في القرآن قال ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة واحد تعب بنى بيت بنى عمارة بنى أصل وبعد ما بنى هدموا هكذا الذي يفرط في الطاعة بعد رمضان انت تعبت في الصيام وتعبت في غض بصرك عن الحرام وتعبت في القيام وتعبت في قراءة القرآن تعبت في هذه الطاعة لا تضيعها ولا تكونك التي نقدت غزلها من بعد قوة وكذلك أيها الأحبة قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور ليه ضيع الأعمال دي اوعى تضيع العمل اللي انت تعبت فيه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ذلك الاستقامة على الطاعة بعد رمضان جعل النبي صلى الله عليه وسلم لنا طريقا واضحا لاستبات على الطاعة بعد رمضان هذا وإن كنت قد ذكرته في الحلقة السابقة أو الماضية إلا أنني أذكر به أيضا في هذه الحلقة قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال الأستاذ أنور الأستاذ أنور معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كيف حالك طيبين وحضرتك طيب كل عام تبخير يا شعب مصر كلهم يا مرحبا يا مرحبا بس ستر يا شيخ أنا أمي وأبوي متوفين أبذكي علم عنهم كيف طريقة تريد أن تخرج عنهم الزكاة أستاذ أنور أمي وأبوي نعم متوفين متوفين أبذكي عنهم هل يجوز ولا ما يجوز لنش الطريقة طيب حاضر حاضر أقوم بحضرتك طيب طيب بارك الله فيك وفيك بارك الأستاذ أنور بيسأل أن هو يخرج الزكاة عن الأب والأم وهم متوفين هم أيها الأحبيب ليس عليهم زكاة ولكن عليك أن تتصدق عليهما تدعو لهما تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما وجزاك الله خيرا على نياتك الطيبة فهذا من باب برك بوالديك أحياء وأمواته فجزاك الله خيرا ولكن ليس عليك أن تخرج لهم زكاة الفطر لأن هذا على المكلف الحي خلاص ويطهرة للصائم كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فهم الآن قد توفوا فلك أن تفعل لهم صدقة جارية أو أن تدعو الله عز وجل لهما ولسائر أموات المسلمين طيب أيها الأحبة الله عز وجل أو نبينا صلى الله عليه وسلم شرع لنا كيفية الثبات على الطاعة بعد رمضان بقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله آه لو تلاحظ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الجميل هذا النبي بيعلمنا زي نكون مستمرين في الطاعة بعد رمضان آه انتهى شهر رمضان انتهى شهر رمضان مش معنى كده أن الطاعة انتهت لا النبي عليه الصلاة والسلام قالك بقى فيه في ست أيام من شهر شوال تستطيع أن تستمر على الطاعة بعد شهر رمضان لذلك أيها الحبيب كن ربانيا لا رمضانيا آه انت مش بتعبد الشهر انت بتعبد رب الشهر أنت تقرأ القرآن لله تصلي لله تصوم لله تغض بصرك لله تحسن من أخلاقك لله تصبر على الحرام لله تغض بصرك لله كل هذه الطاعات في رمضان وفي غير رمضان طيب ان تمسك الإنسان أيها الأحبة بالطاعة وعلم أن هذه الطاعة تنقل من طاعة إلى طاعة والله هذه هي جنة الدنيا اسمع إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله أسأل الله أن يطيب ثرا معنا أمم محمد وبعد كده نكمل قول الإمام ابن تيمية سلام عليكم أمم محمد وعليكم السلام وحب الله وبركاته يا شيخ نفسنا يا شيخ كنت أعلم ذا سأل سؤال أنا بكيب مثلا حاجة بالقفل ففي ناس بتمطرني بالسنة والسنتين هل يجوز أن أنا أغض زيادة عن السلس اللي أنا أغضرهم عليها أمم محمد آه يعني مثلا لو جدت تلفون بطفة الحد وما طلني فيه بقى ما دفعش قصته خالص لمد السنة أو اتنين هل يجوز أن أنا أغض منه زيادة على المصلة دي ولا لازم أغض الأصل اللي أنا أغضره عليه بس طيب اسمعي مني الإجابة حاضر أمم محمد حاضر ما عليك يا شيخ فؤال ثاني بعد يزنك فضلي يعني مثلا يعني بطلع زكاة المار في رمضان تمام بطلع مثلا نص زكاة المار والنص التاني بخلي مثلا أجيب لولادي بي لبس آه أصركم مثلا على الزكاة على كده لأنه مثلا ما بيكفش مرتبه ما بيكفش البيت هل يجوز بس أنا بتديهش فلس فيدي هل يجوز ولا لازم نديها له هو في إيده وأقول له بتصرفها يعني أنت بتدي لهم فلوس للأسر اللي أنت بتطلعي لهم زكاة المار بتدي لهم فلوس وتجيب لهم ملابس صحي كده لا ده دي بارة أنا بقى بقى طلع مص زكاة المار بقى جيب فلوس أو بقى جيبها ملابس أو حالة دي بارة كيبها جوز بصراحة بسيبول البيت أصرفه على البيت هل يجوز أنه ما أصرف على أولادي من زكاة مالي الخاصة بي وذل لازم أنا أديها الجوز في إيدو لأن الجوز مش مكتب صراحة يعني المصرف بإيدو يعني أنت بتسألي هل يجوز أن أنا أعطي من زكاة المال لزوجي لا مش لزوجي أنا بصرفها لزوجي بس أنا اللي بصرفها ينفع أنا بصرفها أنا أجاوب حضرتك أجاوب حضرتك حاضر في سؤال تاني لي مش بديها له هو أنا بصرفها في البيت ينفع أختنا ممحمد بتسأل سؤالين السؤال الأول بتكلم عن موضوع التقسيط أن هي بتشتري أشياء بالتقسيط وبعض الناس بيمطلوا هل يجوز لي أن أنا أرفع عليهم السلعة لا لا يجوز لأن البيع له شروط وهذه شروط قد نفزتيها فلك أن تأخذي ضماناتك خذي ضماناتك اللي أنت عايزاه إنما لما يتم البيع لا يجوز لك أن ترفع سعر البيع علي طيب السؤال التاني بتسأل على موضوع زكاة المال هي ليها مال اسمعيني كويس جدا أنا محمد في الإجابة دي إن كان لك زمة مالية مستقلة و لك مال وتخرجين عليه الزكاة ف لو أنت بتسألي ينفع أخرج من الزكاة على بيتي لو أنت لك رجل متكفل بنفقة البيت وأنت أردت أن تخرجي من زكاة مالكي نفقة عليه هذا جائز وهذا حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم إن وحدة من الصحابة أعطت الزكاة أو أفتاه النبي بأن تعطي زكاة مالها لزوجها إنما دا لو مالك أنت مستقل مالك أنت مستقل في حالة عدم وجود الزوج وده مالك مستقل ما ينفعش أن أنت تصرفي من زكاة مالكي يارب يكون الإجابة وصل إذا ما أنا عايز يعني زكاة المال يا جماعة أنا كرجل أهو في زكاة مال ينفع أصرف من زكاة مالي؟ لا لأن أنا المسؤولة عن النفقة تبزقتي لها زكاة مال مال هذا مال مستقل ينفع أني تعطيني من زكاة مالها لي؟ ينفع مساعدة لزوجها ليه؟ لأن نفقة الزوج يعني نفقة الزوجة في رقبة الزوج إنما الزوجة مش مسؤولة عن النفقة عن زوجها فيجوز لها أن تعطيه من زكاة مالها هذا والله أعلم معنا محمد ثاني اتصال من قنة محافظة قنة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام إزاي حضرتك سامعك أنا سامعك لو سمحت يا شيخ عندي سؤال اتفضل يا محمد مسمعينا من التلفون يا محمد كل ما اجتهت في الصلاة وفي الالتزام وفي التسابيح وكده بحس إن أنا بديك أكثر كل ما بتجتهدي في الصلاة والذكر بتحس بضيق صح كده؟ آه آه يعني مثلا إمبارح اجتهدت خالص في الصلاة والقيام والله وليلك الجزء يعني أحلام مكابيس مش حلوة يعني ليه كده؟ ليه كل ما اجتهت في فكرية الكرآن والذكر والتسابيح؟ يبقى حشت نفسي إن أنا مش مبسوطة يعني حاضر حاضر تمام فيه سؤال تاني؟ شكرا شيخ شكرا طيب لو أنت سمعت معنا السؤال بتاع السؤال بتاع أم سجود في بداية الحلقة لما كانت بتتكلم عن الوسواس القهري وكده آه فهي أمو محمد بتسأل سؤال شبيه بكده باكتهد في الصلاة والتسبيح والذكر بحس بتاعب يا جماعة آه فيه فرق بين التعب البدني وفيه فرق بين التعب القلبي والراحة القلبية وهو ده القول اللي أنا كنت أذكره للإمام ابن تيمية طيب الله صراه ورحمه آه آه الاكتهاد في الصلاة والتسبيح إن أحس الإنسان بتاعب وكوابيس فهذا ربما يكون من يعني من تلبيس إبليس للإنسان ولكن نابد أن يطعب الإنسان في الطاعة الإمام ابن تيمية بيقولي بقى رحمه الله قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة اسمعي اسمعي الكلام اللي تكتب بماء العين ده إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة إيه هي الجنة دي؟ جنة الطاعة الجنة دي جنة الطاعة جنة الصلاة جنة الصيام جنة بر الوالدين جنة الإحسان جنة قراءة الكرآن تحس أن أنت طاير أنت في إحساس جميل جداً تشعر في قلبك باطمئنان بسعادة بسرور لذلك سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه لما فضوا ليؤذوه حتى نال من النبي صلى الله عليه وسلم فكان زعلان فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كيف تجد قلبك؟ قال يا رسول الله أجد قلبي مطمئن بذكر الله قال إن عادوا فعد خلاص يبقى أنا قلبي مطمئن فالإمام ابن تيمية بقول له إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الأخر ويقول هو أيضاً جنتي وبستاني في قلبي الإمام ابن تيمية رحمه الله اقرأ عن الإمام ابن تيمية عشان طارف حياته وفكره وفقه رحمه الله وطيب الله وصلا بيقول إيه الإمام ابن تيمية بقول جنتي وبستاني في قلبي أينما ذهبت فهي معي يا سلام يا سلام جنتي وبستاني في قلبي أينما ذهبت فهي معي آه يبقى أنت بتحسي بلزة الإيمان بلزة الطاعة طيب ممكن أحسي بتعب بدني زي ما أختنا محمد بتسأل ممكن أحسي بتعب بدني أحسي أن أنا خلاص بنام على نفسي وأنا إيه وأنا بصلي بحسي أن أنا مش قادر أفرجلها واجعاني آه كل ده ممكن أشعر بالتعب لكن أهم حاجة القلب حال القلب إيه وطبعاً لابد أن يكون القلب في رضة وفي صرور لماذا؟ لأنه في طاعة لأن الجنة والبستان في هذا القلب نعم فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد فيا أم محمد دعي هذه الوساوس ولا تنشغلي بها فيا أيها الأحبة الطاعة تولد طاعة الطاعة تولد طاعة والإنسان ينتقل من طاعة إلى طاعة وحب يسأل الإمام الحسن البصر رحمه الله قال يا إمام لماذا أهل قيام الليل أنظروا الناس وجوهاً؟ بلوا ليه؟ الناس أهل قيام الليل أنظروا الناس وجوهاً قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره يا سلام يا سلام صلى على سيدك النبي عليه الصلاة والسلام اسمع لماذا أهل قيام الليل أنظروا الناس وجوهاً؟ يعني أحلى الناس وجوهاً قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره يبقى تلاقي الإنسان القائم للليل وجهه يرى فيه الطاعة كما قال ابن عباسم رضي الله عنه قال إن للحسنة إن للحسنة يعني الطاعة ضياء في الوجه ضياء في الوجه ونوراً في القلب وقوةً في البدن ومحبةً في قلوب الخلق تلاقي أي حد يشوفك إيه؟ بيحبك وإن للسيئة أو المعصية والعياذ بالله سواداً في الوجه وسواداً في القلب أو ظلم في القلب ووهناً في البدن وبغضاً في قلوب الخلق عفان الله وإياكم من هذا النوع يبقى الطاعة أهل الأرض يحبوك بطاعتك لله من الذي وضع هذه المحبة في قلوب العباد لك هو الله جل جلاله اسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبداً من الذي يناديك؟ ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب الله عبداً نادى جبريل ي millimeters يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه بإسمك يا جبريل إني أحب محمد يا جبريل إني أحب علي يا جبريل إني أحب إبراهيل بل إنسمك يا الله بالله عليك تساوي كان بي فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء ملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض يا رب جعلنا منهم يا رب يا رب جعلنا منهم يا رب ثم يوضع له القبول في الأرض بسبب إيه؟ بسبب الطاعة بسبب الطاعة يجي الإنسان لما يموت ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة برضو شهادة الناس تنفعه النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة فمرت جنازة فأثنى عليها الصحابة خيراً يعني قالوا عنها كلام طيب فقال النبي وجبت ثم مرت جنازة فأثنى الصحابة عليها شراً قالوا عنه فلان كان أراح الله الناس من شره فأثنى عليها الصحابة شراً فقال النبي وجبت فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كلت في هذه وجبت وفي تلك وجبت قال يا عمر أنتم شهداء الله في الأرض أما هذا فقد أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة وأما هذا فقد أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار يبقى حتى شهادة الناس لك هذه من الله عز وجل أن يشهد لك الناس بالقيد بعد موتك فنسأل الله سبحانه وتعالى كان عنواننا حسن المسك الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة وإني داع فأمنوا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل على نبينا محمد في الآخرين وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم أخرجنا من شهرنا هذا بذنب مغفور وعمل مقبول وسعي مشكور وتجارة لن تبور اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقضدنا إليك غير مفتونين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم أمواتنا اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وارفع البلاء والوباء عن أمة الإسلام والمسلمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء واحفظ أهلنا من كل مكروه وسوء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاث والغنى ونسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا نعمة الاستقامة على طريقك يا رب العالمين اللهم شفع فينا الصيام وشفع فينا القرآن وشفع فينا نبيك عليه الصلاة والسلام واجعلنا من أهل باب الريان ونسألك مرافقة نبيك في الجنة اللهم ارزقنا شفاعته اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ثبتنا على الطاعة بعد رمضان اللهم ثبتنا على الطاعة بعد رمضان اللهم إنا نسألك يا ربنا اثبات حتى الممات اللهم ارزقنا الثبات حتى الممات واحشرنا في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر عبادك الصالحين اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم من فرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من صرختك والنار نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم أوضع لنا اللهم أوضع لنا محبتك في قلوبنا ووضع محبتنا في قلوب عبادك اللهم اجعلنا ممن يحبه عبادك اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستودعكم الله الذي لا تضع ولا أعفوه